السلام عليكم ورحمة الله موجزون إخباري من قناة المرابطون أهلا بكم استقبل الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولكمبو صباح اليوم بمكتبه السفير الفرنسي روبرت مولي وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره خاصة في مجال الميزانية يمثل وزير الاقتصاد والمالية المختار والجاي ووزير النفط وطاقة والمعادن محمد العبد الفتاح موريتانيا باجتماعات حول التنمية المستدامة بالولايات المتحدة الأمريكية وسيشارك الوزيراني في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي ينعقد اليوم الأربعة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك نظم المركز الوطني لنقل الدم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمقره في نواكشوت حفلا لتخليد اليوم العالمي للتبرع بالدم وشارك في تخليد اليوم عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة وقالت مديرة المركز الوطني لنقل الدم إن التبرع بصفة منتظمة ضمان لتأمين تموين كاف من هذه المادة وبلوغ الاكتفاء ذاتي يمكنكم مشاهدين الكرام تابعت هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة السادسة والنصف حلقة جديدة من برنامج المشهد تناقش الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل في التاسعة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله شكرا على طيب المتابعة وإلى لكم